في حديثنا من مصر اليوم نطرح سؤالا شغل المؤرخين كيف تتمكن الأمم من الحفاظ على تاريخها؟ كيف تحميه من الضياع أو النسيان أو التشويه؟ قديما كانت الأحداث ووقاء الحياة اليومية لأي شعب تنقش على القدران وقد يتم العثور على آثارها بعد مئات السنين أو كما سجلها المصريون القدماء على أوراق البرد لكن في العصور الحديثة ظهرت المكتبات الوطنية وظهرت دور الوثائق القومية ليظهر أخيرا الأرشيف الوطني الذي يحفظ ذاكرة الشعوب ومنذ أكثر من قرن ونصف القرن عرفت مصر أول كتب خانة وطنية ضمت أول دار للوثائق القومية الدار منذ نشأتها كانت سجلا لحياة المصريين اجتماعيا وثقافيا وسياسيا كما كانت أول أرشيف وطني في المنطقة اليوم في حديثنا من مصر نصديفه عالما كبيرا هو المسؤول الآن عن دار الكتب والوثائق القومية ندخل معه بوابة أكبر أرشيف لذاكرة المصريين نسأله عن كنوزنا من الكتب والوثائق كيف تتم حمايتها والحفاظ عليها في عصر التكنولوجيا الرقمية كيف يستفيد منها المجتمع وشباب الجامعات والدارسين عن ذاكرة المصريين عن أهم أرشيف لتاريخهم الحضاري عن دار الكتب والوثائق القومية حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم شكرا